موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 7 اليونت الثاني الدرس السابع هل يمكنك أن تخمن ما هو موجودة في صفحة 34 من كتاب الطالب صفحة 32 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب والاسم الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 34 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة listen and guess استمع وخمن هنا منطيني شخصيات نادية إذا تذكروها أخذناها ببداية الكتاب ولينا وكريم ويوسف ليلعبون لعبة يسموها لعبة التخمين guess معناها يخمن كل واحد من ذول التلاميذ ينطفد حزورة معينة والبقية يحاولون يحزرون أو يخمنون شنو ولي قصده من خلال هاي الحزورة يطلب من أندي اني listen استمع لهذه الحزورات نادية تقول حزورة لينة تقول حزورة وكذلك كريم ويوسف استمع لهم and guess وحاول أخمن أخمن الجواب اللي يناسب هذه الحزورة فهنانا رح نستمع المقطع الصوتي وطبعا الكلام اللي رح يقولوه كتبته آنه هنانا على مودة سهل علينا أنه نحزر اللي يريدون يوصلو له فراح نستمع المقطع الصوتي نتبعوا للمقطع الصوتي الحزورة اللي رح تقولها نادية والحزورة اللي رح تقولها لينة وكريم ويوسف وبعدها نحاول نحزر شن اللي قصدون الحزورة معلتهم فنستمع المقطع الصوتي وبعدها نعرف شي المطلوب حفظه من هذا النشاط خلن نستمع المقطع الصوتي والشي track 44 listen and guess it's my turn listen what is it it has roots in the ground it is high and it has a cap of snow I know me too and me it's my turn listen listen what is it it is big and noisy it has lots of people and cars and trucks I know me too and me it's my turn it's my turn it's my turn what is it it is long it flows like a snake it is wet because it is water I know me too me too and me it's my turn listen what is it it is big and dry it is brown it can move with the wind it is hot in the day and cold at night I know me too and me it has a root in the ground يطلب من عندي أني أخمن 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 ما يقصدوه بهذه الحزورة هو حالي الحزورة الأولى اللي حزورت نادية نادية تقول it's my turn إنه دوري بأتبارهم دي لعبون بالدور listen what is it استمعوا لي أو اصغوا لي ماذا أقصد بهذه الحزورة it has a root in the ground شيء فيه جذر في الأرض it is high إنه عالي and it has a cup of snow وفيه مثل قبعة الجليد شن اللي تقصده بهذه الحزورة هو حاليها mountain الجبل الجبل فيه جذر في الأرض وهو عالي عرفنا بالدرس السابق إن صفة الجبل high عالي and it has a cup of snow وفيه مثل القبعة الجليدية عرفنا بالدرس السابق إنه في قمة الجبل يوجد جليد إذن هو حاليها هاي الحزورة حالها هي شنو mountain طبعا هنا أنا نادية من حزورة الحزورة كلها قالت I know أنا أعرف me too كريم قال أنا أيضا أعرف عرفت الحزورة عرفت جواب الحزورة and me لينة تقول وكذلك أنا أجأ دور لينة لينة تقول it's my turn إنه دوري listen what is it ما هو الشيء الذي أقصده في هذه الحزورة it is big and noisy إنها كبيرة وضوضائية it has lots of people فيها الكثير من الناس and cars والسيارات and trucks والشاحنات ما الذي تقصده لينة بهذه الحزورة عرفنا إنه big اللي معناها كبير هي صفة المدينة اللي هي city فمنطيني أربع حروف اللي هي مناسبة لكلمة city ال city اللي هي المدينة هي شيء كبير وضوضائي لوجود الكثير من السيارات والشاحنات وفيه الكثير من الناس عرفنا هذه الصفات بالدرس السابق كذلك الكل قالوا أنا أعرف الحزورة أو أعرف أن أخمن ما هي الحزورة فهنا نلاحظوا أن حزورة لينة حلها city يوسف يقول إنه دوري listen أصغو ما هو هذا الشيء إنه طويل ويتساقط كالأفعى إنه مبلل لأنه ماء من الذي يقصده في هذه الحزورة فعرفنا أن الشيء اللي بيه الماء وصفة أنه لون طويل هو النهار فأكتب river river معناها النهر صفة النهر إنه لونغ طويل وبي water ما فنلاحظ أنه حزورة يوسف اللي قالها يوسف الحزورة اللي قالها يوسف جوابها river نهر كريم كريم يقول it's my turn أنه دوري listen what is it استمعوا ما الذي أقصده it is big and dry إنها كبيرة وجافة it is brown لونها بني it can move with the wind يمكنها أن تتحرك مع الرياح it is hot صفتها حارة on the day في النهار and cold at night وباردة في الليل شن اللي قصده كريم في هذه الحزورة عرفنا أنه dry معناها جاف هي صفت الصحراء الصحراء جافة وكذلك hot حارة حارة في النهار on the day and cold at night وباردة في الليل إذن الكلمة اللي يقصدها هي desert صحراء هذا ما يخص من الحزورات مجرد يطلب من أن لنستمع المقطع الصوتي أحاول أخمن الحزورة اللي قولوها كل من نادية ولينة ويوسف وكريم يحاول يختبرني يشوف نحفظ ذن الكلمات ومعانيهن المتعلقات بالجغرافية والتضاريس اللي أخذناهن بالدرس السابق لما حفظتهم إذا ما حفظتهم وما حفظت صفاتهم ما أقدر حل هذه الحزورة إذن هذه الحزورة وكذلك هذا الدرس كامل يعتمد على الدرس السابق ومدى حفظه لإملاء الكلمات السابقة وكذلك معانيها لذلك مثل ما وضحنا بالدرس السابق وإذا نجي الكلمات المتعلقات بالجغرافية والتضاريس كلمات جدا مهمة أني أحفظ ملاهن ومعانيهن والصفات المناسبة الهن ننتقل إلى النشاط الآخر ما هو هذا الشيء أسأل زميلك هنا يقول لك مثل ما سووا كريم ويوسف ولينا وناديا كل واحد ينطح الزورة هنا يقومون تلاميذ اثنيا كل واحد ينطح الزورة هو من طينياهن التلميذ الأول هو تلميذ مكتوب عليه أي اللي هو اسمه عمر والتلميذ الآخر اسمه مصطفى فعمر يحذر حزورة المصطفى يقول له لديها رجل واحدة أو قدم واحدة تحرك ذراعها مع الرياح وتشرب الماء ما الذي يقصده عمر بهذه الحزورة بما أنها لديها قدم واحدة وتتحرك ذراعها مع الرياح فأكيد اللي قصده هي الشجرة فأقول تري الشجرة النوب مصطفى يحذر حزورة العمر يقول له إنه أخضر ويزرع فيه الأشياء تحتاج إلى الماء والشمس ونحن نأكل ما يزرع فيه شنو اللي قصده مصطفى بهذه الحزورة أكيد نحن نزرع الأشياء في الحقل ويحتاج الماء والشمس الحقل يسميناه بالدرس السابق سميناه فيلد فيلد هو الحقل عنده بعمر يحذر حزورة المصطفى يقول له سميناه ويحذر حزورة المصطفى هي صغيرة وتوجد في البلد الناس تعيش هنا في بيوت وفي المزارع شنو اللي قصده عمر بهاي الحزورة بما أن سميناه أن صفة السمول هو صفة الفيلج القرية القرية من صفاتها أنها سمول صغيرة قرية صغيرة يعيش فيها الناس أما في بيوت أو في مزارع أما الحزورة الأخيرة It comes from under the ground يأتي من تحت الأرض It is black ولونه أسود We need it for cars and trucks ونحتاجه للسيارات والشاحنات شنو هذا الشيء الذي يأتي من تحت الأرض لونه أسود ونحتاجه في السيارات أكيد النفط فأقول Oil الأويل النفط لونه أسود ويأتي من تحت الأرض ونحتاجه في السيارات والشاحنات هذا ما يخص دني الحزورات مجرد نحاول من خلال النص اللي من طينيها نحزر أو نخمن الجواب المناسب لهذه الحزورة ننتقل إلى كتاب النشاط Read the puzzles اقرأ الألغاز أو الحزورات Can you guess هل يمكنك أن تخمن لحد الآن كل الحزورات أو الألغاز اللي أخذناها من بداية الدرس لحد الآن ما مطلوبة أما هذا التمرين الألغاز مالث والحزورات نحاول نحفظها فمثلا number one أولا You can climb this but it is very high يمكنك أن تتسلق climb يتسلق يمكنك أن تتسلق هذا الشيء but it is very high لكنه عالي جدا at the top في القمة it is cold and windy الجو بارد وعاصف يعني برياح what is it ما هو هذا الشيء شنو الشيء اللي نقدر نتسلقه وهو عالي جدا وبالقمة يكون بارد وعاصف بما أنه high صفة عالي نعرف أن الشيء صفة العالي المتعلق بالجغرافية والتضاريس هو الماونتنز الجبال number two ثانيا there are no trees here لا يوجد أشجار هنا because it is very dry لأنه جدا جاف there are not many animals here لا يوجد حيوانات كثيرة هنا there is no much water ولأنه لا يوجد كثير من الماء what is it ما هو هذا الشيء شنو الشيء اللي ما بي نباتات ولا حيوانات بسبب قلة المياه هو الجفاف احنا نعرف أن dry الجاف هي الصحاري فأقول desert number three ثالثا I like to sit here and listen to the water أحب أن أجلس هنا وأستمع إلى صوت المياه you can see fish swimming يمكنك رؤية سباحة السمك it is very big and famous وهو جدا كبير ومشهور what is it ما هو هذا الشيء بما أن بي water ما fish أسماك أكيد اللي يقصده هو river النهار number four I live here أنا أسكن هنا lots of people live here والكثير من الناس يسكنون هنا there are lots of shops هناك الكثير من المحلات and there are some park too وكذلك المتنزهات أيضا what is it ما هو هذا الشيء بما أنه الكثير من الناس يسكنون فيه عرفنا أن الشيء الذي يسكن فيه الكثير من الناس هو city المدينة هذا ما يخص هذا التمرين تمرين مهم من الممكن أن نجيب لجملة وجملتين ويخيرني بين خيارين مثلا يقول لي you can climb this but it is very high يمكنك أن تتسلق هذا الشيء لكنه عالي جدا وينطيني بين قوسيا mountains وديزيرت الجبال والصحراء بما أنه شيء تتسلقه أكيد نتسلقه هنا الجبال وليس الصحراء وكذلك مع الجملة الثانية هم يجيب للجملة ويخيرني بين اختيارين أختاري الاختيار المناسب للجملة لذلك أحاول أحفظ هذه للغاز لأن الغاز جدا مهم بالامتحان التحريري ننتقل للنشاط الآخر Can you write a puzzle إن أنا يطلب من عندي إنه أنا أكتب البازل اللي هو اللغز Choose a word اختر كلمة من ذني كلمات وسو عليها puzzle حزورة أو لغز فأني بدون ما راح أقول للكم الكلمة اللي اختارتها سوات حزورة وحاولوا تحلون اللغز اللي أنا سواته فمثلا We go there every day نذهب إلى هنالك كل يوم We take our books with us نأخذ كتبنا معنا and learn lots of interesting things ونتعلم الكثير من الأشياء الممتعة يا كلمة من ذني كلمات اللي تناسب هذا اللغز tree شجرة غير مناسبة village قرية كذلك غير مناسبة field حقل غير مناسب book كتاب غير مناسب ice cream غير مناسب cinema كذلك غير مناسبة school مدرسة نعم نحن نذهب إلى المدرسة كل يوم نأخذ كتبنا معنا ونتعلم الكثير من الأشياء المتعة أنا يقول لك حاول تسوي البوزل لغز مثل ما أنا سويت اختار كلمة من ذني كلمات وسوي عليها لغز هذا مجرد نشاط صفي يختبر قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة من خلال البوزل إلى الغاز ننتقل إلى النشاط الآخر write the words with the correct spelling اكتب الكلمات التالية بالإملاء الصحية من طين كلمات مباثرة يطلب من عندي أن نكتبها بالإملاء الصحية إذا تذكرون بالدرس السابق قلنا كلمات التضاريس المتعلقة بالجغرافيا جدا مهمة أن يحفظ معناها وقلنا بالدرس القادم اللي هو هذا الدرس راح نعرف شونا تجينا بالامتحان على شكل حروب مباثرة هذا هو التمرين اللي هو الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان التحريري الكلمات المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس منطينيها على شكل حروب مباثرة يطلب من عندي أن نكتبها بالإملاء الصحية لذلك إذا ما حافظين إملاءها حاولوا ترجعون تكتبون إملاءها وتحفظوه على ما تقدرون تحلون هذا النشاط لذلك هذا النشاط تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري وتحديدا بسؤال الإملاء نمبر وان أولا شن الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة R V R I E كلمة river اللي هو النهار نلاحظ أن هذا أحد كلمات اللي أخذناها بالدرس السابق المتعلقة بالجغرافيا نمبر ثو ثانيا شن الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة D L F E I أكيد كلمة field اللي هو الحقل كلمة ثالثة شن الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف Y C I T أكيد كلمة city مدينة وكذلك الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة كلمة mountain جبل وكذلك الكلمة اللي أقدر أطلعها من هذه الحروف المباثرة كلمة village قرية والكلمة الأخيرة هي كلمة desert صحراء هذا ما يخص هذا التمرين تمرين ملاع جدا مهم بالامتحان التحريري أجيب لي كلمتين أو ثلاث كلمات من هذه الحروف المباثرة ويطلب من عندي ملاعها الصحية فأنا إذا ما حافظ ملاع الكلمات اللي وضعناها بالدرس السابق ما أقدر أحل هذا النوع من الأسئلة طبعا هذا السؤال جدا مهم أما النشاط الآخر Look Say Cover Write and Check إذا تذكرون باليونت الأول قلت لكم أن هذا التمرين رح يتكرر بأكثر من مرة باليونتات القادمة الوحدات القادمة وكذلك بالمراحل القادمة بالخامس والسادسة الابتدائي بس يطيني مجموعة من الكلمات المختلفة بكل يونت يطلب من عندي أني أنظر للكلمة Look Say أنطقها Cover أغطيها بإيدي Write أكتبها واني أغطيها بيدي and Check أرفع إيدي وأتأكد من إجابتي إذا كانت أو ملاع إذا كان صحيح لو مصحيح فمثلا هاي الكلمة أنظر لها أنطقها أقول From أغطيها بيدي وأحاول أكتبها وأنا أغطيها بيدي أكتبها هنا Write كتبتها Check أتأكد إذا كانت أملائي صحيح لو خاطئ إذا صحيح فأحاول أكتبها مرة ثانية وثاثة وإذا كان خاطئ فأمسحها وأحاول أكررها بالأملاء الصحيح كذلك مع الكلمة الثانية أنظر لها أنطقها أقول About أغطيها بيدي أكتبها مرة مرتين وثلاثة وأتأكد من أملائي إلى آخره وكذلك مع بقية الكلمات مثل ما وضحنا بالمونة الأول هذا التمرين يحاول يزيد تركيز التنميذ على إملاء هذان الكلمات غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد تمرين لزيادة التركيز كنشاط صفي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الإلغاز وقدرنا نحلل الإلغاز من خلال الكلمات اللي حفظنا معانيها بالدرس السابق وكذلك الكلمات المتعلقة بالتضاريس والجغرافية وكل كلمة شي ناسبها ياصفه بالإضافة للسؤال الملاء اللي قلنا السؤال جدا مهم بالامتحان التحريري على شكل حروف مباثرة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسارة أو وضافة حبوه تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة